هاي ازاي اوكو عاملين ايه? هنعمل في الفيديو ده مسلس مزغرف شوية مش مش تقليدي يعني هيبقى في وردة والزوية بتاعتها هيبقى فيها غرزة كلاستر فهمت يبقى مدية شكل الوردة برضو ممكن اعمل بيها الزينة الرمضان ممكن عمل بيها مفرش ممكن ازين بيها حروف مفرش لو انا عندي الحرف بتاع المفرش مثلا لو قماش او كروشي ممكن ازين الحرف بتاعه بالمثلس ده يلا نبدأ انا معي لخيط قطن ومستخدمة قبرة ثلاثة ومص اول حاجة هعملها هي خمس سلاسل انا عملت عقدة البداية هعمل خمس سلاسل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة هقفل بمنزلقة في السلسلة الاولى في الارتفاعة اللي هي رقم واحد اللي عند العقدة من هنا هطلع سلسلة وهعمل جوه الحلقة اللي انا عملتها دي تمن غرص حشو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية بعد انها قفل بمنزلقة في السلسلة اللي انا طلعتها ارتفاع هطلع بعد كده سلسلة زائد اربع سلاسل كمان واحد اثنين ثلاثة اربعة هسيب غرزتين حشو من تحت وهخش في التالتة هعمل حشو اربع سلاسل واحد اثنين ثلاثة اربعة هسيب غرزتين من تحت وبعدين هخش في التالتة هعمل حشو واحد اثنين ثلاثة اربعة هسيب اثنين من تحت وبعدين هلاقي نفسي عندي السلسلة اللي ارتفاع اللي انا خدتها هاخد فيها منزلقة عشان نبدأ الدور الجديد هطلع بعد كده سلسلة ارتفاعة زائد سبعة ثلاثة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة هعمل في فراغ اول السلسلة اللي هنا هعمل فيها عمود بثلاث لفات هيتكرروا ستة مرات عمود بثلاث لفات بطلع اثنين في اثنين في اثنين كده واحد اثنين ثلاثة ثلاثة اربعة خمسة ستة بعدين هعمل سبعة سلاسل اي او ستة سلاسل او واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة وهعمل غرزة حشو في نفس الفراغ همه عشان تبقى طلع كده هاروح على الفراغ اللي بعد وبرده هاخد غرزة حشو وبعدين هطلع وقاحة اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة هعمل عمود بتلات لفات هيتكرره ستة مرات وهفضل ماشي بنفس الطريقة دي كده فكل فراغ المفروض ان انا عندي ثلاث فراغات عشان يديني ثلاث زوايا للمسلس فكل فراغ هطلع ست سلاسل وهعمل ست عمدان بتلات لفات وبعدين ست سلاسل وحشوف نفس المكان انا كده خلصت الدور اطلع بعد كده 11 سلسلة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر وبعدين هشتغل على كل عمود من العمدانين ستة دول هعمل ستة حشو اللي هنا دول هم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة عشان كده واحنا بنعمل البتلات بتاعت الوردة دي نتأكد ان هم طلعين معي ستة لانه هيقصر على الدور اللي بعد كده فوق بعد كده خمس سلاسل واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة اثنين تلاتة اربعة خمسة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة اثنين تلاتة ما بين غرزتين الحشو اللي هنا ولحد ما خلص باقي الدور طيب أنا كده عملت ايه؟ عملت خمس سلاسل وبعدين ست حشو السلاسل غموت بثلاث לעف collectively ما بين غرزتين الحشو اللي أنا كنت باخدها في آخرopt غرزة هنا في الفراغ دة وأول غرزة في الفراغ دة يعني غرزتين الحشو في الفراغ اللي في النص طيب الدور اللي بعد كده هطلع سلسلة ارتفاع دول الخمس تلاسل اللي أنا كنت باخدهم هشتغل في الفراغ اللي تحتيهم ستة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة والستة حشو اللي هنا هشتغل عليهم برضو ستة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة الفراغ بتاع الخمس سلاسل هشتغل فيهم ستة برضو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هاجي عند العمود بتلات لفات اللي أنا كنت باخده في النص اللي هو ما بين البتلات هعمل تلات سلاسل وهنط على الفراغ اللي بعده على طول هعمل ستة حشو التانين يبقى أنا شغالة فوق كل غرزة من الغرز اللي هنا ستة وفي الفراغ ستة ولما اجي عند العمود ده هاخد فوقيه تلات سلاسل في الهوى واكمل في اللي بعده ما باشتغلش في العمود بتلات لفات اللي في النص ده اي حاجة تلاتة اربعة اربعة خمسة ستة اشتغل على غرز الحشو اللي هنا ستة برضو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ستة في الفراغ ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة قمسة قمسة الغرز اربع تلاتة ثلاث 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 ستة قمسة غرزة الكلاستر لانا ما بطلعش من العمود كل مرة واحدة بطلع من اللفتين بس اطلع منهم هما الاثنين كده مع بعض بعدين ست سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هروح عند الست سلاسل اللي فوق البتلات من هنا فاول حشو هعمل غرزة حشو واحدة بيكو واحد اتنين تلاتة ومنزلقة في نفس المكان حشو في اللي بعدها بعد كده ست سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة اخر غرزتين في الست اللي على البتلة من هنا هاخد واحدة حشو وبعدين غرزة بيكو وبعدين حشو كمان ست سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هروح عند الفراغ بتاعة تلات سلاسل اللي فوق عمود النحية دي هعمل اربعة غرزة كلاستر وما بينهم تلات سلاسل غرزة كلاستر اللي انا ما بكملش العمود للاخر كده عمود اتنين ثلاثة هقوم لما هم كلهم مع بعض ثلاث سلاسل وبعدين هعمل ثلاثة كمان زي ثلاثة واحد اتنين تلاتة كل ده في نفس المكان واحد اتنين ثلاثة 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 واحد اتنين ثلاثة اخر جرزة كلاستر في الفراغ ثلاثة الان هذا المفروض ان هو الجزء اللي هذا اهه هعمل بعد كده ست سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة والان انا عملتهاها نحية دي هقررها هنا فاول غرزتين المفروض ان دول ستة اللي هما فوق البطلة بالضبط هاخد اول اتنين هعمل غرزة حشو وبعدين غرزة بيكو فوقيها بيكو ديل هي تلات سلاسل ومنزركة في نفس المكان وحشو في اللي بعدها ست سلاسل تلاتة اربعة خمسة ستة اخر اتنين حشو في نفس من هما الستة الاولين يعني انا اختينا واحد واثنين وهنا هاخد خمسة وستة غرزة حشو وبعدين غرزة بيكو غرزة حشو كمان ست سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة في الفراغ بتاع الثلاث سلاسل اللي فوق العمود بتلات لفات هعمل اربعة غرزة كلاستر وما بينهم تلات سلاسل غرزة كلاستر بتلات عمدان بس بعضين ثلاث سلاسل غرزة كلاستر كمان ثلاث سلاسل واحد اتنين تلاتة اتنين تلاتة اتنين تلاتة خمسة ستة سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هاجي عند الستة حشو النحية دي هاخد اول اتنين غرزة حشو ثلاث سلاسل تلاتة اربعة خمسة ستة اخر غرزتين اللي هما الخمسة والستة هاخدهم حشو ثلاث سلاسل تلاتة اربعة خمسة ستة انا بدأت بواحدة هانهي بتلاتة ثلاث سلاسل غرزة كلاستر ثاني واحد اتنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة وبعد نقفل بمنزلقة في السلسلة بتاعت الغرزة نفسها طبعا فرق الحجم ده باختلاف فرق الخيط ما بين ده وما بين ده طيب ندور اللي بعد كده سلسلة واحد ارتفاع وبعدين هعمل خمسة غرزة خمس سلاسل قصدي واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة الفراغ ده بتاع السلاسل دي انا هشتغل فيها سلسلتين الفراغ ده سرق اثنين حشو قصدي سلسلة ارتفاع بلوس في خمس سلاسل وبعدين اثنين حشو في الفراغ وبعدين خمس سلاسل كمان واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة هاخد اثنين حشو في السلاسل اللي انا كنت باخدها ما بين غرزتين البيجو واحد اثنين خمس سلاسل تلاتة اربعة خمسة هاخد اثنين حشو في الفراغ بتاع السلاسل دي واحد اثنين خمس سلاسل كمان واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة هاخد اثنين حشو ما بين فراغ اول غرزتين كلاستر اثنين حشو خمس سلاسل تلاتة اربعة خمسة في الفراغ اشتغل لبعضه على طول اثنين غرزة كلاستر وما بينهم خمس سلاسل خمس سلاسل تلاتة اربعة خمسة بعدين غرزة كلاستر تاني في نفس المكان خمس سلاسل واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة اثنين حشو في الفراغ اللي بعده خمس سلاسل اثنين حشو في الفراغ اللي بعده خمس سلاسل واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة اخد في الفراغ اللي ما بيني اللي اثنين بكو اخد فيهم بردو اثنين حشو بعدين خمس سلاسل تلاتة اربعة خمسة هروح على الفراغ بتاع السلاسل واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة الفراغ اللي ما بين اول اثنين كلاستر اخد فيهم اثنين حشو بعدين واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة في الفراغ اللي بعده على طول اللي هو يعتبر في النص ما بين غرزتين الكلاستر اللي هي الزاوية هعمل فيها اثنين غرزة كلاستر وما بينهم خمس سلاسل دي غرزة كلاستر خمس سلاسل تلاتة اربعة خمسة غرزة كلاستر تاني في نفس المكان واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة اثنين حشو في الفراغ اللي بعده خمس سلاسل واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة اثنين حشو في الفراغ اللي بعده خمس سلاسل واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة اثنين حشو في الفراغ اللي هو ما بين الاثنين اللي بيكم من هنا واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة في الفراغ اللي بعده 1-2-3-4-5 هاخد اتنين حشو في اول فراغ ما بين اول اتنين كلستر 1-2-3-4-5 اللي في النصى هعمل فيها غرزتين كلستر وما بينهم 5 ثلاثة 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 في الفراغ ده هامل اتنين حشو ومنزلقة في اول سلسلة كده المثلس خلص معيه اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو وستنوني في الفيديو جاي